جماعة فيها مشكلة كبيرة جدا ما تقوليش بقى ميزانية ولا بتاع ده ده تصليحات تصليحات صغيرة والله العظيم ده انت لو لميت بالجهود الزتية اقسم بالله العظيم واحنا صغارين في مبابة وانا فاكر كويس جدا اقسم بالله ما اسمعت كلمة اسمها الحكومة كنت دايما اسمع الجهود الزتية يجوا خبطوا على ابوه ابوه راجل موظف غالبان ادينا حاج كان بقى فلوس قليلة بقى ارقام صغيرة اصحرك بمواسير مش عارف عشان تطلع فين الدين عشان نرفع مواسير المية مش عارف هتوصل فين ولازم من اول الشارع فالعمارات كلها معمول كل اللي حصل في مبابة ومبابة على فكرة مش مناطق عشوائية لا في منطقة شعبية لكن مش مناطق عشوائية كل اللي حصل في مبابة كان بجهود ذاتية من الناس ما شفناش بقى الاوتوبيس وعرفنا مكتب المحافظ الا لما الامير تشارلز قرر يزور مبابة معافتي سات كام في التسعينات كده قالك الامير تشارلز جاي لقينا شارعنا بقى كان شارع الوحد ايه الشارع نظف بقى والزبالة تشالت والمحافظ عمله مكتب ايزاز كده فخم جنب موقف البوهي حاجة تحف كانش لسه حتى الموقف تعمل تحف ادي المناطق الشعبية كل اللي حصل في مبابة كان بجهود ذاتية كله بجهود ذاتية وكنا لما لما تسافلت الشارع كانت الستات بتزغرت وفضلنا ننزل احنا هيا الصغارين نساعد البلدوزارات ونجيب شاي للعمال وشايفين الجنة كلها الامل كويس الامل كويس للناس والجهد على الارض حتى لو صغير الناس بتحس بيه فالاحباط وتكسير العظم وإهمال الحاجات لحد ما تعفن زي ما حصل في العاشر كده عند حسن وصار في صح يضرب وما فيش حاجة انت يا راجل لو لميت فلوس هتعملها بس تبقى شغال بضميرك مش عشان رئيسك شغال عشان الناس بكلم بتوعي العظم